مساء الخير تتمة للفيديوهات التوعوية التي خصصناها في قناتكم محتوى هادف سنصدف في هذا الفيديو أحد الشباب البارزين في مجال النفسي الحركي ويتعلق الأمر بالسيد طارق محامي سيد طارق مرحبا بك الله يبرك فيك أخي سيد طارق كسؤال مبدأ يعني ما هو الضور الذي تقوم به مع دوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا أطفال التوحد بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للدور التاعي فهو كان دور عام بصفة عامة بحكم أنني بديت العمل التاعي في مدينة الخنفرة في مجال علاج نفسي الحركي منذ سنة 2010 وكنت المعالج نفسي الحركي الوحيد بهذه المدينة يعني كان عندي واحد العمل اللي هو أجبر أولا التعريف بالشعب التاعي ما هو التخصص ديالي ما هي أنواع الإعاقات أو الترابات اللي كنخدم معها اللي كنخدم مع الأطفال اللي كنخدم معهم ولقيت واحد المجال لواحد الميدان اللي هو ما زال خاص بمازال ما فيه ولو ما كن ولو يعني كان من اللازم أولا ندير واحد نوع من التعطير والتوعية والتحسيس والتعريف بعدها بالميدان نحاول نتقرب من المسؤولين لمن في الميدان الطبي لمن ناحية السلطات لمن ناحية الأمهات والآباء نحاول بدا نعرفهم بالشعب التاعي باش يمكن لهم بعدها يفهموش كندير ونخلق واحد العلاقة بعدها ما بين هاد المختصين هادو والهيئات اللي العمومية والناس اللي مكلفين بعد أي متدخيل في عمل في هذا الميدان ديال العمل ديال في مجال الإعاقة كان ضروري ما خاصنين بعدها كما كنت ندير واحد تعريف ونحطوه أحد الأسس عادي ممكن اللي نخدم معاك كنا نتامير الشعبة الثالثة في المغرب يعني من 2020 كنت لوحيد فمتني كيفاش يعني خاص ضروري نقوم بواحد العمل من غير العمل مع الأطفال بطريقة مباشرة كان علي ضروري أنني بعدها نقوم بواحد تأطير الأمهات نحاول أن يفهموش كنو كان دير ما هو العمل اللي تنقوم به وغيره من الأشياء طيب يعني أخذت على عاتقك مسؤولية العمل لمدة عشر سنوات بمفردك وهذا في الحقيقة عمل جبار وليس من السهل على الفرد القيام به يعني ما هي الإكرهات التي واجهتها بنسبة الإكرهات كما أكت لك أخي رشيد فهو أولا خاصني نعرف بعدها بالشعبان شاعي خاصني نفرد رصي في الساحة خاصني نفهم الناس والمختصين بأن العمل في مدى الإعاقارة ما يلزموش غير واحد معالج نفساني حركي وحيد لغي يخدم مع مجموعة دي الإعاقات معالم بأن العمل في مجال الإعاقة فهو كي تطلب واحد الوقت أن الزمن دي العلاج فهو كي يكون طويل أمد ما شي غات تخدم معه واحد تدري واحد العشرة حصاص ولا وتقول له صب إلى اللقاء ركب ريتي ولا لا يمكن يعني خاصك بعدها أنك تحاول توعي الناس تحاول تفهمهم الميدى الأمل من بنسبة المختصين كان بعض المجالات هنا في خنفرة كي شي ميدين اللي ما كنلقوهمش فيما يخص تشخيص دي الأطفال ما معدناش ما كنش تشخيص يعني ضروري ما خاصنا نحاول أننا نصفته واحد نكتبه واحد المرسلات نصفته الأمهات لمدن كبرى مثلا كفاس كالرباط كالدر البيضاء اللي فيه مختصين في علم النفس فيه مناسب مختصين في التربية الخاصة وكتعالى ديراية بأن العمل في ميدان الإعاقة فهو ما كيتطلبش غير مختص واحد في واحد الميدان بل هو خاص يكون واحد العمل اللي هو متعدد تخصوصات بالنسبة للإعاقة كيفما كانت وليسا غير التوحد خاص يكون فيه مختص في علاج نفسي الحركي خاص مختص في تقويم النوت تقويم البصر العلاج الطبيعي الترويط الطبيعي ولا كينيزي الترابيكي ما كيتسمى بالفرنسية خاصنا مختصين في التربية الخاصة وقبل كل شي خاصنا ناس اللي غادي يشخصونا بطريقة علمية ذاك الإعاقة نتاع ذاك الطفل أو الطفلة اللي غادي نقوم بالعلاج ديالها بالنسبة للأنشطة التي تقوم بها مع الأطفال ما هي هذه الأنشطة يعني حينما دخلنا إلى مكتبك وجدنا ألعاب ومجموعة من الوسائل التربوية يعني هل هذه هي الأنشطة التي تقوم بها مع الأطفال كما قلت لك يا أخي العمل تعي لا يقتصر على هذا الأربع جدران العمل تعي كنت من الواجب عليه بأنني خاصة خرجنا لعند الطفل يعني كما قلت لك مع راسي لقيت بأن لقيحة الآنتي الضرفية لقيحة طاويلة معلم بأن كل شخص أو كل طفل عنده حاملة عقفة وخاصة واحد العمل اللي هو طاويل وخاصة واحد الاهدف لك تكون قصيرة الأماد متوسطة الأماد طاويلة الأماد وفهمت بأن العمل تعي في ربعات دير الحيوطة في هذا المكتب هذا غير كافية وفكرت كيفاش أنني قدر نحارب ديك لقيحة الانتظار ما تبقاش يعني خاصة أنا نخرج للساحة شنو يمكن لي ندير فضروري من تكوين واحد المراكز هنا خاصة جمعيات وأنا الحد الآن أحارب في هذا الميدان هذا ما خاصة تكون غير جمعيات لي عنده واحد واحد العمل أنا كتخدمها إعاقات متأددة لا أنا خاصة كان تمنى أن جمعيات اللي تكون في مدينة خنفرة أو المغرب بكاملة يتخصف واحد إعاقة وحيدة على إعاقة وحيدة واحدة راه بحر راه عالم العمل وخاصة فريق مختص كما تنقولك يا أخي ومهما تتشخيص رامي ممكن لاش نكتفيه بواحد تخصص على حيدة ولا خاصة ننجلسو إحنا أطعب نجتمعو نديرو اجتماعات ننقشو ندير أنا تشخيص نتاعي من ناحية ديال العلاج نفسي الحركي المختص تقويم النوت تشخيص نتاعو الطبيب النفسي أو المختص نتاعو خاص يكون واحد العلاقات كذلك تحميل المسؤولية للأمهات والأباء والحمد لله كناش حالة دي كنشوف غير الأمهات هم اللي مهتمين بحكم أن الأب هو اللي الموعي ديال ديالك الأسرة خاص يمشي يعيل الأسرة نتاعو يخرج للعمل خارج ديالمنزيل ولكن الحمد لله ديغني غمو مع التوعية وتحسيس لمدة العهد الأعوام هدي ونالك نشوف بأن التال أباء ولو تهتموا شي شوية الحمد لله كانت نكتبوا مرسالات الكينين مختصين تبارك الله أنا في مدينة أخرين فرأة التي يخدموا في الخافة وفي الكواليس اللي بغين يبدلوا الجهد والحمد لله كانت تواصلوا عبر الواتساب كانت تواصلوا بمرسالات طيف الفولان عندو هاد الإيجابيات عندو هاد السلبيات هاش كندين معانا في العمل تاعي كمعالج إنساني حركي أنا سيبالي النور ما مو خاصنا بدو هاد الخطوات الأولى بعدها نشوفوا بعدها السلوك دياله حش ممكن لوش الدري يخدم ولا يكتسب واحد الوظائف ولا نظر واحد المعلومات ولا وحنا ما زال ما خدمنا لوش على السلوك المضطاري بنتاعه ما زال ما هي يجنالوش لحاوس نتاعه خاصن هي جولو الحاوس نتاعه اللي هي كتتعتبر واحد نافذة باش أننا كندخلو من المعلومات لديهن العقل نتاعنا والجسد من المحيط نتاعني يعني خاص كل حاوس نتاعه خدمة مئة بالمئة دريكين ضابط لتي ممكن أنه يجلاس يخدم ومع ذلك كنحاول أننا ننخدم وتعلى الجانب نفسي ديال الأمهات اللي تيكونوا متأثرت بزاف بالإعقن تاع الأطفال ديالهم نحاول أننا نصول جيوهم ونحاولون أنهم نخلقولهم بنتهم كنخليهم هنا في اللقاعة الانتظار أنهم يتواصلوا بنتهم تيوعي وراثهم بطريقة مباشرة أو غير بطريقة غير مباشرة إلا كتعرف شو حدا الشيء الطبيب ركت تتوري لهذا الطريق كيفاش بلا ما تضيع الوقت والمال باش أنها توصل لذلك المختص هادي واكتماعه أن كل طيب الخاص يشدوا واحد المختص وحيد في واحد الميدان ما يبقاش تشخيص عم بزاف ديال أطيبة مع ركت تشوف الأمات إن فوق يسمعوا ركين واحد طبيب مثلا في ضلبي ضارهم زيان يمشوا عنده من بعد تولي الميل في عوتاني كيتتخاد يمشي عن طبيب أخر فحنا كنضيعه الوقت وكان الحمد لله وتنشكره بأنه كين الحمد لله العمل في ميدان اللي يعاقه في تشخيص نتعرف مثلا في المدن الكبرى فهو تكون واحد تشخيص مبكر يعني فاش كي يكون تشخيص مبكر فاحنا تدخل نتاعنا تكون عنده واحد الأكل شحال ما أخذينا الطفل بواحدة السين المبكرة شحال ما غاد يبن فيه العمل نتاعنا وتنعاو تنقولها بأنه ضروري ومؤكد بأن طفل ما خاصوش يتعالج غير في المستشفى ومن الواجب على أي مختص بأنه يتواصل وخما كنخدموش في نفس التحت سقفين واحد خاصنا أننا يكون بيناتنا واحد التواصل باش يمكننا أننا نحطوه ذاك الدري ونطرحوه واحد تساؤلات ونتعاون في مبيناتنا ونشوفو ماذا يجب العمل عليه كالخطوة الأولى للعمل معه من بعد منه كي تطورنا الحالة كي تطورنا الحالة الصحية نتاع الطفل كنحاولو إحنا غادي ممكن تنغيرو من الأهداف ممكن لاش نخدموهم بقاو خدام يغير من نفس الأهداف مع تطور الصحة النفسية أو الدينية أو الجسدية نتاع الطفل فخاصنا نزيدو نعقدو مبقاوش نخدموه بمسائل في مسائل مبسطة نحاولو نعقدو ونحاولو نطوروه العمل لتاعنا باش أننا ندري نحاولو ما أمكن لاش نخدموه لاش نعالجوه باش يعتمد على نفسه هاشي لاش بغينا نوصلو يعني نحاول أنني مبقا نخدم معاه بطريقة مباشرة ونبعد كان نحاول تنصالخ نصالخ عليه مبقاش نخدم معاه بطريقة مباشرة نقدر أنني يجلس الطفل في الطاولة متى نخدم ونقدر أن نحضران معاه لي يعني بدأ يحاول غير يسمع ما أقول له وما أطلبه منه يسمعه غير بالكلام أنه يستجب لي غير بالفيربال غير بالتواصل اللفظي ما نحتاج أنني نقلس معاه ونوجهه ونتدخل في العمل تاعه طيب سيد طريق نشكرك على هذه المعلومات وهذه الإجابات يعني ككلمة أخيرة أو نصيحة لأباء وأمهات أطفال للتوحد والإعاقات مجملا يعني اللي يقدر نقول الأب والأمهات هو أنهم ضروري خاصهم يقلس الأب والأم يقلس مع بعضياتهم يتنقشوا حول الحالة الصحية نتاع ولدهم يعيوا رسهم يتقفوا رسهم الحمد لله را كين كل شي دابرة وسائل العلماء السهلات علينا كل شي خاص أنهم يحاولوا توصلوا مع المختصين تكون عندهم واحد الأدن صغية كيفاش أنهم يقدروا وجهولي ذاتهم يمشوا يقلبوا يقلبوا كين مراكز كين هيئات ليقدروا يتوجه لهم ويطلبوا الإرشاد وطيروا التوجه وإحنا الأبو بديلنا نفتوحها تيلا كان كيعجزوا أنهم يجوا عندنا مباشرة فإحنا الحمد لله را ديروا لهم واحد من الصحات اللي قدروا يتوصلوا معنا عندهم الأرقام دل الهواتيف ديالنا وخاصهم يفهموا بأنه ميبقاوش يقلبوا في التطور تاع الإعاقة مما يجيبوا صافي خاصهم يقبلوا بعدا مش ينقول لا الغلط من الأب أو ديلا الغلط راه من الأم لا هادي هادي واحد المغلط اللي كيطح فيها الأباء وتيبقى واحد تقني بالضامة راحنا خاصنا نفكر نقول داب هادي الإعاقة نتاع الولد صافي تحطى تسكين اللي الطفل تبقى معاق حامل الإعاقة ما ما خاصنش بقى نقول لو فعلتو ولو قمتو بكادا وكادا لا خاصنا نفكر ما يجب فعله عند من خاصين توجه فين نقلب على الإرشاد نسول نشوف تجاري بتاع أمهات خرين الحمد لله كين أمهات اللي دابا قلبوا على رأسهم داروا واحد تكوينات ولو كين نفعوا أمهات خرين وتبدلت الوقت نقول في 2010 راه ما راه علامات استفهام بزاف ديلا علامات استفهام تكونوا لأ نحنا لأمهات دابا أحمد الله الأسس تحطات والركائز تعهد العلاج وهدي ولو الأمهات يفهموا بأن راه واحد المعالج نفساني حركة مثلا أو واحد المختص في واحد الميدان فإنه غير كافي لذلك الطفل وخاص الأم بأنها تكون عارفة هاد القضية وتمشي تقلب على رأسها ويقلبوا على رأسهم ويحاولوا أنهم يديوا للطفل من غير العمل في داخل المسجفة أنهم ينخرطوا في جمعيات اللي هي مختصة في الإعاقة اللي كتعطيهم تكوينات ووجيهات بأن راه هاد المختصين هادو راه ما غادش يخدموا مع الطفل بصفة بمئة بالمئة ولكن راه واحد العمل راه نحنا لنقصص العمل مع الطفل أو الفتاة ولكن تنخدموا تنمع الأمهات والأباء بحكم أن ذلك الطفل راه عايش معهم في واحد الأسرة ما بالإخوة والأخوة والجد والجدة وعندي واحد ندى آخر بالنسبة للمجتمع المدني اللي غنقولهم الله يهديكم عفاكم عطيوا يد المساعدة لذلك الأمهات والله غير كتافي وبالصمت فعلى باركة القوة مشاكل غير في الشارع تي القوة الأمهات كان ذلك الأم مضمرة نفسيا ما لك الولد ما لديه غووت واش حمق واش معتوه واش هبيل سكتيه يعطيه الدواء عطيه كذا هذا كي أطفر سلبيا على حالة نفسية دي الأم كيف تبغيش هذه الأم اللي هي محطمة نفسيا نفسيا كيف تبغيشها تخدم مع الطفل ديالها ولا تمشي تتحرك بالولد باش أنها تقوم بالعلاج انتها عولا يمكن يعني المجتمع المدني عنده واحد تأثير سلبي على المصار العلاجين على الطفل لذلك خاص يكون واحد الحسل توعوي ويكون واحد الحسل وإيجابي وهذا هو الهدف من هذه الهدف هاتش اللي كاين نعم سيد طريق نشكرك صراحة على هذه الأجوبة وهذه النصائح القيمة ونقول لك مسيرة موفقة إن شاء الله شكرا وتحياتي لك شكرا سيد طريق شكرا